موسيقى اهلا بكم لم تكن انتفارة تشرين حراكا شعبيا سياسيا يطالب باسقاط العملية السياسية وقواها فقط والميليشيات ايضا بل هي ثورة اجتماعية ضد كل موروث مرحلة ما بعد العام 2003 السياسي والطائفي الذي شوه الهوية الوطنية العراقية وخلخل الوئام المجتمعي الراسق في العراق كما لم يقلو هذا الحراك الشبابي من لمسات جمالية وفنية تمثلت بابداعات الشباب خاصة في ساحة التحرير في بغداد مثل الرسم التشكيلي والغناء والاناشيد والقاء القصائد الوطنية في سهرات ثقافية متنوعة وعامرة السمات السياسية والثقافية واللمسات الجمالية لانتفارة تشرين هي ما سنبحثها في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية لماذا تعد انتفارة تشرين المطالبة بإسقاط العملية السياسية وقواها أخطر تحدي يهدد مشروع الغزو الأمريكي في العراق ولماذا تجهد قوى السلطة وميليشياتها في إنكار السمات السياسية لهذه الانتفارة الشعبية العارمة ولماذا يحرص شباب انتفارة تشرين على إضفاء اللمسات والقيم الجمالية على حراكهم من خلال الشعر والأناشيد الوطنية والرسم التشكيلي وما هو المطلوب من هذا الحراك الشبابي لكي يبقى وفيا لدماء شبابه وحتى لا تضيع هذه الدماء سدى وما هي المخاطر المترتبة على العراق وعلى الحراك نفسه في حال تراجعه أو نجاح السلطة وميليشياتها في وأده ضيوف الطاولة رفع الفلاحي عبد الحميد العاني ستار محسن محمد محي هي جزء من الحراك الشعبي العراقي ضد المنظومة الحاكمة منذ وضع أركانها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ولكن ظرفها الزمنية جعل لها ميزة عن مختلف محطات التظاهرات الشعبية السابقة انتفاضة تشرينة التي حققت كينونتها بناء على تطور الحراك العراقي في سنوته السابقة ومروره بمراحل عدة بدأت بالمقاومة المسلحة ضد الغزو مرورا بالاعتصامات في المحافظات المنتفضة ومن ثم الاحتجاجات في محافظات الجنوب والوسط كل هذه المراحل هيئت انتفاضة تشرينة الحالية لتجعل منها هبة شعبية تحمل سمات ناضجة سياسيا وثقافيا واجتماعيا فعلى المستوى السياسي وضعت مطالبها على سكة طريق الخلاص الوحيد بالمطالبة بإسقاط النظام بشكل كامل وإنهاء المنظومة الحاكمة بكل أشكالها بعيدا عن فكرة إصلاح النظام التي أثبتت فشلها وآطالت محنة العراقيين كذلك اجتماعيا وحدت انتفاضة تشرين تحت مضلتها كافة الفئات المجتمعية والنقابات والاتحادات وكشفت عن غزارة الفكر الثقافي الذي يتمتع به الشباب المنتفض ويظهر ذلك جليا من خلال الحفاظ على المرافق العامة وتولي زمام تسهير الحياة اليومية للعراقيين مع استمرارهم في التظاهرات والاعتصامات لوحات من الإبداع أطفت على الانتفاضة لمسات جمالية فنانون وموسيقيون ومبدعون سخروا مواهبهم لخدمة الانتفاضة بدرجات عالية من الرقي تحدت وجوه القوات الحكومية العابسة وأوصلت لهم رسالة إننا مصرون على الحياة رغم رصاصكم القاتل قد تكون انتفاضة تشرين الرهان الوطنية الوحيدة في هذه المرحلة لتحقيق أمال الشعب العراقي فالظروف الدولية والإقليمية كلها تصب في مصلحة المنظومة الحاكمة بحيث يأس العراقيون من وجود إدارة دولية تأخذ بيدهم إلى بر الأمان دون أن تدخلهم في نفق أشد قتامة كما أن الشعب العراقي استفاد من حركة الربيع العربي بما فيه من أخطاء وعثرات فتعلم كيفية حماية نفسه من المكائد وما أكثر شباكها فالمتربصون من داخل الكتل والأحزاب وداعميهم من الخارج لن يوفر أي فرصة تتيح لهم الالتفاف على الانتفاضة وهذا مرهون بمدى قدرة المنتفضين على سد أي ثغرة في الحراك قد يحدثها أتباع الأحزاب والكتل السياسية أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث فيها السمات السياسية والثقافية والجمالية لانتفاضة تشري سيكون معنا في هذه الحلقة كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين سيكون معنا من بغداد من ساحة التحرير كل من ستار محسن ناشط في التظاهرات ومدون ليوميات انتفاضة تشرين ومحمد محي أحد منشدي الانتفاضة أهلا بالضيوف الكرام جميعاً لو بدأنا أيضاً مع دكتور رافع الفلاحي دكتور هذه الانتفاضة انتفاضة تشرين هناك من يعتقد ويرى فيها أنها أكبر تحدي واجه الغزو الأمريكي والعملية السياسية من 2003 إلى اليوم التحدي الأكبر الوجودي لهذا المشروع لماذا هذا التحدي الوجودي لهذه الانتفاضة أو تشكله هذه الانتفاضة للعملية السياسية وقواها بسم الله الرحمن الرحيم ربما واحد من الأسباب الرئيسية لأن تشكل هذه الانتفاضة هذا التحدي الذي حضرتك توصفه الآن وهو حقيقي وواقعي أنها جاءت بعد ما يقرب منصبها طعام سنة من اعتقاد يعني من بنى النموذج هذا النموذج الفاسد والمخرف في العراق هي الولايات المتحدة التي احتلت العراق ومن ساعدها في البناء إيران وكل هذه الأعزاب والقوى التي ائتلفت في هذه ما يسمى بالعملية السياسية اعتقدوا بعد كل هذا الوقت أنهم قد سيطروا على الساحة قد استتبت لهم الأمور لا يمكن الآن زحزاعتهم عن كل ما يريدوه ومخططهم ماضي إلى أهداف التي رسموها وإذا بالشعب العراقي بعد أصباطع السنة يخرج جيل جديد يرفض كل هذا يرفض كل الترتيبات التي سعى أصباطع السنة ما يقرب أصباطع السنة على إقامتها في العراق وأولها الطائفية والمحاصصة الخراب والفساد تعميم كل هذه الثقافة الثقافة الفساد والثقافة الطائفية الإلغاء الهوية الجامعة للعراقيين إلغاء حتى اسم العراق حتى من البداية كانوا يتحدثون عن شيء جديد اسم العراق الجديد يريدون أن يفصل العراق عن ماضي على الأقل مع بداية تشكيل الدولة العراقية من عام 1921 لغاية 2003 يريدون أن يحمحوا كل هذا التاريخ أن هناك عراق جديد بتكوين جديد وفكر جديد وثقافة جديدة وثقافة استهلاكية ثقافة طائفية ثقافة التكالية وإذا بالمواطن العراقي يطلع هذا الشباب الذي كانوا يعولون عليه في أنه سيساعدهم في مشروعهم يخرج ضد مشروعهم فبالتالي كان التحدي قوي جدا جدا والمهم في هذا التحدي أن هذا الشباب الذي خرجه خرجه يحمل رؤية جديدة رؤية التغيير رؤية لم يكن يتوقعوها كانوا يعتقدون أنه يخرج المطالبة بمطالب أو بشعارات مطلبية ماء وكهرباء وخدمات ليس أكثر وتعليم جيد وهذا الكلام اللي يستطيعون أن يسوفونه لكن أن يخرج ويطالب أريد وطن وهذا الشعار القوي اللي يعني أرعبهم جدا يريد وطن إذن الفكرة كلها واحدة ربما من حضرتك الآن حلقتك عن السمات واحدة من السمات الأساسية في هذا الحراك أن الذين قاموا بالحراك يرفعونه شعار نريد وطن ويتبعونه بشعار التغيير هذا يرعب الكثيرين يرعبهم جدا النقطة الأخرى المهمة جدا جدا أن العراق طوال 17 سنة كانت كل القوى أمريكا وإيران وكل القوى السياسية تحاول دفع العراق إلى الظلمة والقول أن العراق قد استقر وأقليميا ودوليا بدأت قناعات تتوفر عند الكثير من الحكومات أن العراق قد استقر على حاله وقد رضي بنصيبه وأن هذه العملية السياسية هي حال العراق ومصير العراق ومستقبل العراق ولا يمكن تغييرها هو أن العراق استقر ولنترك العراق لشأنه والعراق يذهب إلى الظلمة بخرابة بفسادة بكل تدميره ولا أحد يعرف حتى عندما تسأل عن العراق قل لك أن العراق انتهت وحتى وسائل الإعلام بدأت تهتم بعيدا عن العراق لا يذكر العراق حتى في وسائل الإعلام ربما بالشهر مرة تسمع خبرا عن العراق وربما الأخبار الاقتصادية تسمع أن هناك مشروع فلانيا هناك عقود نفط هكذا أما سياسيا اجتماعيا خدميا لا أحد يذكر العراق الحقيقي هذه الانتفاضة هؤلاء الشباب سحبوا العراق من الظلمة بالقوة إلى الصدارة إلى تحت الضوء نعم وضعوه تحت الضوء فكل العالم تفاجأ أن العراق عاد إلى بؤرة الضوء وعاد برمزيات كبيرة ساحة التحرير هذا الاسم التحرير والشعب كله يخرج يطالب بالتغيير والتحرير ويريد وطن إذن العراق 17 سنة هو فاقد للأهلية غير وطن وشعبه يطالب بالوطن الآن إعادت إلى تحت الضوء كشفت كثير من الأمور أسقطت كثير من الأقنعة أن العراق ليس كما تتحدث إيران وليس كما تتحدث أمريكا وليس كما يتحدث أرباب العملية السياسية الانتفاضة بسمات وأبعاد سياسية واضحة وين حاولت السلطة أن تسفها أو تخفض سقف أهدافها إلى هذا المطلبي دون السياسة الدكتور عبد الحميد العاني السلطة وقواها في خطابها السياسي والإعلامي وحتى المرجعية الدينية تحاول إنكار السمات السياسية لهذه الانتفاضة الشعبية وحصرها في زاوية مطالب خدمية مطالب توظيف شباب عاطل عن العمل مع العلم الهتافات والشعارات التي أسمعها المتظاهرون للرأي العام في العراق وخارجه أنه إسقاط النظام إسقاط العملية السياسية يعني هذا الانكار لماذا تحرص علي قوى السلطة هذه السمات السياسية يعني مثل ما ذكر الدكتور قبل قليل هذه مفاجأة لهم ولأنها تضرب العملية السياسية من أسوسها وهذه الهتافات وهذه الشعارات كانت واضحة منذ اليوم الأول لهذه الشباب الذين خرجوا في هذه الساحات وساحة التحرير تحديدا لتثبت على أن الوعي قد وصل إلى درجة عالية جدا عند هؤلاء وقد انتقلوا انتقال نوعية من مظاهراتهم السابقة التي كانت تطالب بقضايا جزئية إلى أنهم وصلوا إلى الأساس أساس هذا الفساد وأساس هذه المآسي التي حلت في العراق هي هذه العملية بجميع إطارها بجميع أركانها بجميع من يساندها ولذا هذه جاءت كما ذكر الدكتور قبل قليل المفاجأة للجميع وكل من يساند هذه العملية السياسية سواء كان من سياسيين ظاهرين كأركان هذه العملية أو من مساندين لهم مما يسمى بالمرجعية ونقصد بها طبعا المرجعية المساندة للعملية السياسية ليس كله علماء الدين كل من دخل في هذه العملية السياسية أو من ساندها أو من أيدها بسابقا تجده اليوم أيضا يساند هذه العملية وهو في خندق هذه العملية السياسية ضد هؤلاء الشباب ضد هذه الانتفاضة وهذه الثورة التي عمت العراق ولسيما في وسطه وجنوبه هذه الانتقالة في التشخيص وفي الأهداف السياسية الواضحة هو ما كانت تطالب به أو تقوله وتشخيصه القوى الوطنية منذ اليوم الأول للاحتلال ومنذ بدء كل مراحل هذه العملية السياسية ابتداء من مجلس الحكم وما تبعه من مسرحيات هزلية تحت ما يسمى بالانتخابات وحكومة بعد حكومة أخرى طيلة المدة الماضية حاولت هذه الأحزاب بجهة أو بأخرى بشكل أو بآخر محاولة السيطرة على جزء من الشباب أو جزء من شريحة هذا المجتمع أو من مناطق هذه الانتفاضة اليوم أثبتت على أنه قد كسرت هذه القيود وأنه قد تحرر هذا الشعب ولسيما هذه الشريحة التي هي تصدرت للثورة قد كسرت هذا الطوق وعرفت ما هو الطريق وأين المنطلق أين يكون على الرغم من الشفة الدماء الكبيرة التي قدمت لحد الآن من قبل الشباب في التظاهرات هناك لا زال الإصرار هناك إصرار يوميا هناك قتل واليوم ستة وفي البصر يوم مشكلة مزرار دعم دائما الثورات لا سيما إنما تكون ثورات وطنية حقيقية الشهداء والجرحى هذه الدماء هي تكون مقود لهذه الثورة لأنها دائما تحث الآخرين على أن هؤلاء هم صادقون حينما وقفوا وصبروا وصمدوا وحينما سقطت هذه الدماء هذه وقود لهم وهي تظهر أيضا الوجه الحقيقي لهذه الحكومة التي تدعي أمام العالم كله تدعي ما يسمى بالديمقراطية وحرية التظاهر إلى غيرها من شعارات التي ثبت بالدليل القاطع على أنها كلها كاذبة وشعارات جوفاء لكن مع الأسف إلى الآن نرى أن العالم لا يزال صامتا عمام هذه الجرائم أمام هذه المجازر أمام هذه الانتهاكات وهذا الصمت من قبل هذا المجتمع الدولي هو تشجيع لهذه العملية السياسية تشجيع للأجهزة الأمنية للاستمرار في هذه الانتهاكات للاستمرار في هذه المجازر ونرى أنه مستمر نهر الدماء يسير منذ ثلاثة أسابيع والشباب في التظاهرات والشهداء يتساقطون والجرحة والغازات وإلى آخرها وإلى الآن لا يوجد تحرك لا من مجتمع دولي ولا إقليمي لا من المنظمات الأممية ولا من حتى الجامعة العربية أو غيرها ومعنى ذلك أنه ضوء أخضر لهذه العمل الحكومة ولذا نراهم في هذه الليلة هذه الساعات اليوم منذ الظهر منذ الظاهرة إلى اليوم وبل من الأمس بدأ هناك هجوما كأنه من ضوء أخضر أو أوامر مباشرة من قاسب سليل ماني وإيران وبعد أن أخذوا الفتوى أيضا من مرجعية المرجعية المساندة لهذه العملية السياسية بأن هؤلاء مندسين إلى غير ذلك قد يكون هناك نقل مباشر نقل مباشر من ساحة التحرير من ساحة التحرير إذن ننتقل إلى هذا النقل إلى هذا النقل المباشر من ساحة الخلاني حيث تهاجم القوات الحكومية هاجمت المتظاهرين اليوم واستشهد طبعا ستة من المتظاهرين وما زالت القوات الحكومية تحاول فضل الاعتصام أو تهاجم المتظاهرين في ساحة الخلاني في بغداد هذه الصور مباشرة من ساحة الخلاني في بغداد والأعداد مئات ومليونية إذن مشاهد الكرام كنا في نقل مباشر طبعا من ساحة الخلاني حيث المتظاهرين وحيث استشهد اليوم ستة متظاهرين طبعا وعشرات الجرحة برصاص القوات الحكومية التي تحاول فضل الاعتصام هناك دكتور رافع الفلاحي بالرغم من هذه الانتفاضة الكبيرة التي خرج ويخرج فيها مئات الآلاف كلفة دماء عالية أكثر من ستمائة شهيد ربما العدد أكبر عشرة آلاف جرحة ما زالت السلطة تحاول تقديم حلول في إطار العملية السياسية ليست حلول ما تسوق في خطابها السياسي والإعلامي عن حلول أو إصلاحات أو تنازلات طبعا لا أساس لها لكنها في إطار العملية السياسية وغير مستعدة للتنازل مع العلم المتظاهرون منذ اليوم الأول ذهب باتجاه إسقاط هذا النظام إسقاط العملية السياسية وكل قواها الميليشيوية السياسية والميليشيوية هل هذا عناد؟ هل هذا مكابرة؟ هل هذا انفصال عن الواقع الذي يجري في العراق اليوم؟ أولا أستاذ ماجد الفاتورة التي تدفع لقضية كبيرة مثل قضية الحرية وحرية بلد مثل العراق؟ الفاتورة فيها تضحيات فيها دماء فيها شهداء وفيها جرحة ربما فاتورة مقبولة من الشعب بغض النظر عن رؤيتنا وبغض النظر عن اعتقادنا وإيماننا بأن الدماء الزكية بأن الأرواح لا يمكن لكن التضحيات هكذا هكذا يعني كل طريق للحرية هكذا فيه تضحيات وهذه التضحيات مؤمن منها الشعب وهؤلاء الذين خرجوا التظاهرات من يوم واحد يعني تشرين أول لغاية الآن وقبلهم حتى التظاهرات القبلها وحتى المقاومة قبلها كانوا يعرفون أنهم يعني في مواجهة الموت في مواجهة يعني هذا طريق طريق الحرية يحتاج إلى التضحيات هذا أولا ثانيا في قضية يعني وجود طرفهم طرف الشعب وطرف العملية السياسية في جانب الشعب المتظاهرين المنتفضين هناك حالة من الانسجام بين الأهداف وبين الحالة النفسية يعني هناك قناعة هناك رضا هناك قبول وقناعة ماكو تناقص بين الأهداف وبين القناعات الشخصية وهناك استعداد للتضحية في الجانب الآخر هناك تناقص كبير هذا ما يقودني إلى الإجابة عنه هناك تناقص كبير كل القوى السياسية أيضا مشتركة هؤلاء مشتركين في إيمانهم بالقضية إيمانهم بالتضحية إيمانهم بتقديم كل شيء من أجل أهدافهم وليهدافهم أن يزيحوا هذا كل القرابة هذا هؤلاء أيضا مشتركين في إيمانهم بشيء آخر أنه البقاء على العملية السياسية بقاء على مصالحهم هم في نفس الوقت لكنهم متناقضين في نفس الوقت يقولون نحن كل القوى السياسية كل قوى العملية السياسية كل أشخاصها كل أحزابها إذا تابعنا كل خطاباتهم يقولون نحن نؤمن بمتفهمين للشعارات ونحن مع مطالب المتظاهرين لكنهم في نفس الوقت يواجهون المتظاهرين بالنار والحديد والاعتقالات والدمار هناك تناقض بين الشعارات وبين الفعل خبر على قناة الحكومة الرسمية تقول القوات الحكومية ما زالت تحمي المتظاهرين في ساحة الخلاني أو في التهرب نعم يدعون حماية المتظاهرين ويطلع عادل عبد المهدي رئيس الوزراء يقول يعني لحد الآن القوى الأمنية هي في موضع دفاعي ولا يمكن وفي نفس الوقت تطلع صور لطفل صغير لا يتجاوز للـ 14 سنة أو 12 سنة يصعد على ساتر ما يسمونه الساتر المتظاهرين على نهر دجلة لكي يقفز كم قفزة أو يرقص ابتهاجاً بوجوده في هذا المكان اللي يعتبره رمزي مباشرةً خلال ثواني أقل من عشر ثواني يقنص ويقتل وهكذا طبيب في شارع الرشيد يناديهم للقوات الأمنية وأمامه يقول لهم يعني اسمحوا لي كي أسعف أحد الجرحة بنت مسعفة فقط مسعفة صب المهداوي نعم وتقى هاي اختطفة لكن هذا قتل طبيب قتل في شارع الرشيد وهكذا بالنسبة للحالات كله فإذا هناك تناقض بين الشعارات المرفوعة يتحدثون عنها وبين واقع الحال الفعل والقول هناك تناقض هذا غير موجود عند المتظاهرين فعلهم وقولهم واحد أنهم وفعلهم ماضين إلى التحرير ماضين إلى الحرية ماضين إلى ومصرين عليه وقدمون التضحيات إليه بنفس طيب وبقبول عالي هذا هنا مصيبة هذه الفئة التي تحكم العراق تريد أن تقنعهم أو تضللهم في القدوم أو تضلل حتى الخارج تضلل حتى الإعلام تضلل كل العالم أنه هي سلطة تستجيب لطلبات المواطنة وهي سلطة دموقراطية وهي تراعي الشعب لذلك تدعو الشعب إلى الحوار والحوار والقبول بقضايا لكن في إطار العملية السياسية وفي إطار الدستور وهي تعرف أساسا والناس يعرفون أن كل المنتفضين كل المتظاهرين لم يخرجوا إلا ضد الدستور وضد العملية السياسية يعني هناك تناقض يريدون أن يقنع الناس بأنه هذا الحقيقة ولا بد من قبول بها أنت تريد يعني مثل ما يقول المثلة تريد غزال أطيك أرنب تريد أرنب أطيك أرنب في كل الأحوال أنت يجب أن تقبل بالعملية السياسية وتقبل بهذا الدستور والشعب خرج لكي يزيل الدستور ويزيل العملية السياسية لأن يعرف فيه مقتله وفيه هذا الخراب الأسباطع السناني وهو أصل المشكلة وهذا أصل المشكلة لذلك اليوم عندما حصلت هذه المواجهات العنيفة الآن عند ساحة الخلاني وبعدها والقتل الكبير هذا هذه محاولة للتعبير عن يعني خلص سقط القناع الحديث عن السياسة والحديث عن التفاهمات قد انتهت الآن لغة الرصاص فقط لغة الاعتقال والقتل والقوة والدخان لذلك هذا يحاولون أن يطوقوا التظاهرات بطريقة أو بأخرى ويقضوا عليها لأن وجودها والتساء مرور الوقت لصالح المنتفضين وصالح التظاهر ستدفع أو ستستدعي العامل الدولي إجبارا هذا العامل الدولي يتحدث عنه وليتحدث عنه دكتور عبد الحميد قبل قليل الجامعة العربية والأمم المتحدة كلها ستجبر في تأييد التظاهرات إذا ما استمرت وإذا ما استطاعتنا تتخطى هذه العقبات نتوقف مشاهدين الكرام عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في الستوديو طبعا نذكر لازمنا بانتظار أن يلتحق بنا ستار محسن المدون وناشف التظاهرات وأيضا محمد محي المنشد في التظاهرات من بغداد سؤل الاتصالات لحد الآن جعلنا لم نتمكن من التواصل معهم عسى أن نتمكن من التواصل معهم ويلتحقون بنا بعد الفاصل هذا الفاصل القصير الذي سنعود بعده لإكمال النقاش بقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في اللمسات أو السمات السياسية واللمسات الجمالية والقيم الفنية لاتفارة التشرين وضيف طاولة دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين ودكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي من المؤمل أن يلتحق بنا المدون والناشط في التظاهرات ستار محسن من بغداد وأيضا المنشد محمد محيب دكتور عبد الحميد العاني بالعودة أيضا إلى موقف المرجعية وكان لها طبعا خطبة يوم أمس الحقيقة تماهت تماما مع الرواية الحكومية في اتهام المتظاهرين في نقطتين نأخذها واحدة واحدة أيضا ذهبت باتجاه أن هذه التظاهرات أو قسم منها يحرك من الخارج تحركه أياد خارجية تتربص بالعراق الشر لا تريد له الخير وطبعا تحدثت عن أياد داخلية وخارجية نفس رواية السلطة يعني هذا الموقف من المرجعية هل هي مرجعية المجتمع لو مرجعية السلطة يعني أنا ذكرت قبل قليل أن هناك أكثر من جهة قد ساندت هذه العملية السياسية ولنكون الآن صريحين وواضحين كما أصبح شبابنا في ساحة التحرير في ساحات التظاهر في العراق واضحين وصريحين وقد كسروا كل قيود الصمت وحطموا رمزيات وهمية سابقا التشخيص اليوم من شباب العراق أن هؤلاء جميعا مسؤولون عن هذه الدماء هؤلاء أتكلم عن سياسيين عن ما يسمى بعلماء دين أو يسمونهم رجال دين وإن كانت تسمي عليها شيء أو ما تسمى بالمرجعية بعض النظر عن المذهبية نتكلم عن مذهب سنة كانوا أشيعة كل من أيد العملية السياسية كل من حمى هذه العملية السياسية بكل مراحلها كل من أجبر الناس على الانتخابات كل من قال للناس أنه هؤلاء انتخبوهم يذهبوا إلى صناديق الانتخابات هذا هو الطريق العملية السياسية هي الطريق واليوم نراهم للأسف كذلك نراهم يمنعون هؤلاء الشباب من هذا التظاهر بل يتهمونهم باتهامات السبب واضح وصريح أن هؤلاء في خندق خندق هذه العملية السياسية خندق هذا الفساد خندق هذه المأساة التي أصابت العراق والعراقيين بهذه المآسي لذلك رأينا اليوم هؤلاء الشباب يخرجون عن هؤلاء جميعا ويصرحون بشعاراتهم ضد هؤلاء يهتفون بشكل واضح وصريح ويحملونهم دماءهم يحملونهم إثم هذه الدماء التي سقطت وجريرة ما لحق بالعراق من فقر ومن مآسي من جوع من ظلمات من مخدرات من ضياع تعليم وصحة وأمن إلى غير ذلك هؤلاء جميعا اليوم هم يشعرون حينما تقول في الخطبة وغيرها هم يتماهون مع العملية السياسية لهم مؤيدين لها هم الستار الديني كما أن العملية السياسية هي المظلة لهؤلاء الفاسدين في سرقاتهم هؤلاء أيضا مظلة لهؤلاء الفاسدين مظلة دينية ومظلة لهؤلاء القتل والمجرمين مظلة دينية لأنه كأنه بهذه الفتاوى سواء كانت فتاوى صامتة وسكوتية أو فتاوى مؤيدة للعملية السياسية بجملتها هي كأنها تبرر لهؤلاء ما يرتكبون من جرائم ومن مجازر ومعلوم عندنا في الشريعة الإسلامية أنه السكوت في معرض الحاجة بيان فحينما تسكت يسكت المسؤول دينيا عن بيان الوجه أو الفتوى الشرعية أو الرأي الشرعي في موقف ما فإنه بسكوت هذا مؤيد لهذا الواقع بل نراهم ليس فقط ساكتين عن العملية السياسية ليس فقط ساكتين عن هذه الجرائم هذه الأنهار التي سقطت ديلة الأيام الواضية نراهم اليوم ربما يحاولون تشويه صورة بعض هذه التظاهرات واتهامهم بأن هناك مندسين أو يحملون بعض الشباب ما حدث من ما يسمونه تخريب وغير ذلك هذا تماهي مع السلطة السياسية بل هو تأييد صريح ووقوف صريح في هذا الخندق ضد خندقي الشعب لأنه هؤلاء الشباب اليوم هم يعبرون عن الوجه الحقيقي للشعب هم يعبرون عن الوجه الحقيقي للعراق والعراقيين هذا الشعب الحي الذي ما قبل الخضوع ولا الخنوع للظالم وإن مرت ربما بعض الأيام السابقة التي ربما يفهم منها أن هناك نوع من الرضا أو القبول بهذا الواقع للأسف دكتور رافع الفلاحي بالرغم من شلالات الدماء التي سارت لحد الآن رائحة الموت في الشوارع والساحات العامة شباب الانتفاضة حريصون ليس فقط على الأبعاد أو السمات السياسية لهذه الهبة لهذه الانتفاضة هناك أيضا لمسات جمالية وفنية عبر الرسم عبر الأناشيد الوطنية عبر الغناء عبر الثقافات هل تمت أيضا رسالة يراد إيصالها عبر هذا الإبداع؟ نعم بالتأكيد سيد ماجد وهذه رسالة جدا واضحة هؤلاء الشباب الذين خرجوا يريدون التغيير أو يريدون وطن مثل ما قالوا نعم يريدون أن يقولوا إنما عرضتموه علينا خلال 17 سنة وقلتم هذا وطن هذا ليس إلا مقبرة هذا ليس إلا منفى نحن نريد الوطن الحقيقي والوطن الحقيقي وطن باسم فيه ثقافة فيه رقي فيه جمالية فيه ألوان زاهية فيه أمل للحياة ورؤية جديدة للحياة ليس مثل السنوات السابقة سواد وظلام ومقابر مستمرة وضياع للآمال هذا مجموع الشباب يريدون أن يقولوا إن الوطن شيء جميل شيء له قيمة وله معاني هذه نحن محرومون يعني كنا لم نحصل عليها طوال 17 سنة حرمنا منها فنريد أن نستردها نستردها في بعض في بعض أشكالها ما عرضوه على الحيطان ما عرضوه من شعارات ما عرضوه من رسوم من أشكال من تصرفات حتى في يعني حتى في قضية الرمزيات أو الأيقونات اللي تحدثوها يعني من ساحة التحرير عندما ذهبوا إلى ما يسمى العمارة المطعم التركي اللي سموها جبل أحد لاحظوا كيف تعاملوا معها يعني هم أرادوا إيصار رسالة حتى في نفق التحريد دكتور نظف بعد 17 سنة أعادوا إليه الحياة 17 سنة مغلق أعادوا إليه الحياة بشكله ونظفوه هذه العمارة عندما أعادوا إليها الكهرباء أعادوا صعدوا المي أعادوا إليها حتى المصعد اللي 17 سنة صار لهم توقف الآن أعادوا للعمل يعملون عليه حتى هذه العربة الصغيرة اللي اسمها التكتوك هذه اللي اللي سميت أيقونة هذه جزء من فكر شبابي يريد يعبر أن الوطن خلاعوا مودق نعم كل شيء ممكن أن نحوله إلى شيء جميل ويخدم المواطن أنتم منحتوه عنه أنتم حولتوا الوطن إلى مجرد قواطع مجرد قوى أمنية ناس ملثمين لا نعرف منهم لا تبرز منهم إلا عيونهم ومرات حتى عيونهم نشوفه سلاح سوى سلاح وسوى يعني سواتر تختفون وراءها وحيطان عالية وقطعت الطرق ونحن لا ننسى أن بغداد هذه الآن التي تثور وكل الأعين عليها هذه جاءت فترة من الفترات قطعها المستعمر قطعها المحتل إلى مناطق معزولة إلى جزر مقطوعة من بعضها سنية وشيعية وكردية وعربية وغير كذلك لكي يشيع ثقافة العزلة والآن هؤلاء عادوا هذا التلاحم بهذه الطريقة الجميلة الرائعة شباب مثقف وشباب طبيبات وأطباء ومهندسين وفنيين وطلب الجامعة هذا شيء جديد على الوطن شيء لم يكن يتوقعونه كانوا يعتقدون أن الوطن قد ذهب إلى الموت سكتة الدماغية والسكتة القلبية وانتهى وجثة يقطعون منها ما يريدون يعني موضوع على طاولة التشريح ويشرحون بها ويقطعون منها أجزاء يطبخونها يبيعونها هكذا هي الوطن بالنسبة لهم وهؤلاء عادوا القضية إلى غير شكل فلذلك صورة الثقافة صورة الجمالية هذه لها أهمية في ذهن هؤلاء الذين خرجوا وهذا ما أخاف يعني ما أخاف الآخرين يعني أنا سألت أحد الأساتذة في علم الاجتماع وصديقه لي قلت له كيف ترى العراق قبل سنوات كان قد زار العراق وعاد وسألته كيف رأيت العراق قال رأيت العراق قبرا والمواطني في يعني يجلسون على حافته وينزلون أرجلهم في داخل هذا القبر وعاد بعد سنتين أو ثلاثة زار العراق وسألته أيضا يعني الآن يتحدث عن العراق فيه نهضة في تقدم في الديمقراطية انتخابات كيف ترى العراق قال وجدته نفس القبر لكن المواطنين داخل القبر كلهم قد نزلوا هذا شكل العراق هذا حقيقة رغم الوصف بشع ومؤلم هؤلاء الشباب عادوا إخراج المواطن من هذه الحفر للقبور وعدوه إلى الحياة لكي يعيش لكي يمارس حياته لكي يتمتع بكل هذا الخير اللي عممه سبحانه وتعالى على المواطنين وعلى الناس بكل هذا الخير تمتعوا به وعيشوا وابنوا وهذه رسالة الله للإنسان أن يبني وأن يعمر وأن يزرع وهذه غير متوفرة في العراق الحقيقة لذلك هذه الشباب عندما تحدثنا قبل قليل عندما عادوا العراق إلى الضوء يريدون أن يقولوا واحدة مما يقولونه أن هذا العراق هذا شكل العراق الذي نريده وهذا جزء مما تسأل عنه نعم دكتور عبد الحميد العاني أيضا بالعودة إلى موقف المرجعية وخطبتها وخاصة يعني يوم أمس توصي المتظاهرين بعدم الاعتداء على القوات الأمنية أو قتلهم في الوقت الذي حد الآن مقتول أكثر من 600 متظاهر استشاد 600 متظاهر حوالي 12 إلى 13 ألف جريح أليس المفروض أن هؤلاء المقتولون يعني كيف تتهمهم المرجعية بأنهم من يقتلون القوات الأمنية وهم المقتولون أليس هم أبناء للمرجعية كما يشاع كما يقال كما يسوق يعني كيف أليس هذا افتراء لذلك هو كلام حق يراد به باقل حقيقة لأنه مثل هذه التي ظاهرها ربما نصيحة إلا أنها تحمل اتهاما واضحا وصريحا غير مبطن اتهام لهؤلاء المتظاهرين أنهم هم من يقومون بالاعتداء ولذلك هذا الكلام هو فيه اتهام لهؤلاء الشباب وتبرير لساحة المعتدين لأنه لم يتعرض هؤلاء لمحاسبة المجرمين الذين يعني ليس اتهام مجرد وإنما توثقه الصورة عشرات القتلى من هؤلاء الشباب بأسلحة يفترض في العالم كلها أنه تكون فقط للتفريق قنابل هذه القنابل التي هي تنشر تقرير لعبة الدولية قاتلة أنه هذه الأسلحة المستخدمة هي للقتل وليس للتفريق بالضبط ولذلك هذه الأسلحة القاتلة وفعلا رأيناها قاتلة لا نرى أحد يحاسب هؤلاء المجرمين هؤلاء القتلة لذا نقول أنه هنا اليوم هذا أصطفاف مع القاتل وهذا طبعا هذا الاستفاف سببه ماذا أنه هؤلاء الشباب كما قد فاجأوا هذه الحكومات على الأحزاب وأربكتهم هي قد فاجأت هذه المرجعيات المساندة للعملية السياسية لأنه هؤلاء قد ميزوا وقالوا وصرحوا منذ الأيام الأولى وما تبعها أنه هذا الاصطفاف مع العملية السياسية هو قتل الننا هو مساندة في جرائم لدينا ولذا ربما نرى هذا التلاحم والتكامل بين الشباب ضد هؤلاء جميعا أشكره دكتور طبعا التحق بينا من بغداد المدون والناشط في التظاهرات الأستاذ ستار محسن مساء الخير أستاذ ستار تحياتي إليك شكرا إليك وشكرا لمتابعيك أهلا هناك حرص منكم ومن المتظاهرين ومن المدونين والناشطين على إبراز وتقديم الوجه الثقافي والجمالي لهذه الانتفاضة ما هي الرسالة التي تعتقدون أنها قد تصل إلى الرأي العام عبر هذا البعد الثقافي أو الجمالي طبعا أنا حدثك الآن من ساحة التحرير تحريصين على بغداد أكثر من الحقاف أكثر من الصلة وأكثر من البرلمان أنت أسلت تتوقف تحت التحرير تجمع مشاهد تسر النار أو لو نفق التحرير إلى ونرابه أنا في التحديد على التفاق أستاذ ستار أعرف الاتصالات سيئة مع العراق بس لو تغير مكانك عسى أن يكون الصوت أوضح بدوها التشكيليين يعني أرقوا لهذه الاتفاق أتحاد له دباء أقام جلسات شعرية ثلاثة اللافتات أكثر التراث والتراث بالإضافة إلى مكان شباب من كل المدن العراق من الأعلى من جبل إلى ساحة التحرير وانتفاضة تشكيين وحدت العراقيين تحت مظلة العلم العراقي والسلام الجمهوري هو السائل والعلم العراقي هو الأبرز وما أكثر أنه هذه الاتفاضة انتفاضة وعي يعني اختصرت عشرات السنوات من شبابنا أنه يكونون أقرب إلى الوطنية بالإضافة استفاضة تشكيين إعادة للهوية العراقية المغيدة منذ 50 سنة تقريبا نعم نعم ما دمت أنت في ساحة التحرير والوضع هناك مشتعل هل ممكن توصفنا الوضع في ساحة التحرير كيف؟ الحقيقة هناك في الأخبار والوكالات توافد آلاف من سكان بغداد على ساحة التحرير على تلمية التظاهرة قبل كل شيء نؤكد على تلمية التظاهرة ومكاناً لفرح مطالبنا اللي هي أولاً اشتغالة الحكومة وحل برنامان في الحكومة موقفة بنادة واحد لا لا لأنني أستاذ ستار اسمح لي الوقت ضيق جداً وأنا فيه دقائق الختام هل إذا تسمعني هل هناك أناس يتقاطرون يتوافدون على ساحة التحرير الآن؟ هي مطالب مطلع ومطالب تسورية أشكرك يعني ماذا يسمعني وحتى أيضاً الصوت أيضاً سيء فأنا أشكرك الموم ستار محسن ناشط في التظاهرات وطبعاً مدون أيضاً في يوميات انتفاضة التشرين دكتور رافع الفلاحي ما المطلوب من هذا الحراك الشبابي لكي يبقى وفياً لدماء الشهداء شهدائه الذين سقطوا في هذه الانتفاضة اللي عمرها الآن أربعين يوم وحتى لا تذهب هذه الدماء سدًا أو جزافًا حتى يستمر حتى يبلغ أهدافه التي خرج من أجلها أول مرة أولاً دعني أقول أستاذ ماجد هو يعني خارطة هذه الانتفاضة يعني ليست هناك خارطة للانتفاضة خارطة هندسية بتضاريس يعني واضحة ومعروفة لا يمكن القول هكذا هناك تضاريس مختلفة صور مختلفة تشكل مع بعضها الصورة الكبيرة لهذه الانتفاضة صورة شعب يرفض الموت يرفض الاستمرار بالذل والعبودية والسرقة والفساد والقراب والدمار ومصادرة حياته ومصادرة وطنه هذه الصورة الصورة الكبرى هناك هجمة شرسة هجمة أولاً بتغييبه من الإعلام هذه هجمة أن يغيب من الإعلام الدولي هذه هجمة كبيرة عبر قطر الانترنت أن يغيب من الاهتمامات الدولية السياسية هذه هجمة كبيرة إضافة إلى الهجمات الداخلية لهجمات الإيرانية وهجمات الميليشيات وهجمات الحكومة وحزابها وقواها هذه كلها في مواجهة هذه التظاهرات في مواجهة هذه الانتفاضة التي تحولت شيئاً فشيئاً إلى ثورة الحقيقة ما تحتاج هذه وهي فاعلة في هذا الموضوع هي تتعمق وتمتد هذا تعمق زيادة في الوعي زيادة بالرؤية جعل سقف المطالب يرتفع إلى الحد الذي وصلوا إلى مرحلة يقولون لا نتفاوض مع أي فكرة للتفاوض مع قوى العملية السياسية مرفوضة نهائياً لأن وصلنا إلى المستوى الذي قطعنا به الاتصالات مع هذه القوى وبالتالي نحن ذاهبون إلى أن نصف الحال بيننا وبينهم سلمياً نحن وهم بالسلاح امتداد هذه التظاهرات وهذا ما يخيفهم هذه الهجمة التي حدثت اليوم عند جسر الأحرار وجسر السينك وسعت القلاني وسعت القلاني هذه جزء من إدراك هذه القوى السياسية أن التظاهرات ماضية إلى أهدافها بشكل واضح ودقيق وأن قطع هذه الجسور سيؤدي إلى الأضراب العام سيؤدي إلى شلل الحياة سيؤدي إلى قطع كل الموارد عنه وسيستدعي العامل الدولي سواء قبل أو لم يقبل لأن العامل الدولي لديه مصالح لديه شركات لديه حكومات تريد لهذه العجلة أن تستمر بالحركة وجود هذه الحكومة وعدم قبول الشعب بالتفاوض معها قبول يعني ليس له إلا مطلب واحدا تستقيل وتذهبها والعملية السياسية إلى المزابل هذا يجعل العامل الدولي عندما يتدخل إلى جانب المتظاهرين وليس ضدهم هذا ما تستدعيه الانتفاضة الثورة والانتفاضة فلذلك هذا تعمقها وامتدادها مطلوب الآن جدا مطلوب الزخم يزداد مطلوب الدعوة للاستمرار الزخم الموجات الصغيرة هذه يجب أن تلتحن بموجة كبيرة لكي تغطي كل الساحات وكل المحافظات الجنوبية وغيرها الآن مدعوة لأن تسند الساحة الرئيسية التي هي في بغداد أشكرا دكتور لأن في إسنادها بقاء على الحياة وبقاء للأمل من حيث انتهى الدكتور فيها النقطة ما هي دكتور عبد الحميد المخاطر المترتبة على العراق وعلى الحراك نفسه إذا ما تراجع أو أعطى فرصة لأن يخمد أو يؤد يعني هو الآن بالمناسبة ليس أمام هذه الحكومة أي حل أم إلا أنه تتجئ إلى هذا الاتجاه هي كانت تعول سابقا على أنه محاولة التخدير وغيرها لكنه اكتشفت أن الشباب قد وصل إلى مرحلة من الوعي لم يعد تنطل عليه هذه العود والتسويب والتخدير لذلك هو اتجه في لقضية القمع الدموي ولكن الإصرار والصبر هؤلاء المتظاهرين في هذه الساعة المخاطر على الحراك إذا ما أخمد أو ظلل أو خدع لن حتى إذا استطاعت هذه الآن الميليشيات والأجهزة الأمنية القضاء على هذا ربما أو إخمادها لكن الجذوة قد حيت هذه الفكرة قد خرجت إلى النور ولا يمكن أنه تموت مرة ثانية لا سمح الله إذا استطاعت السيطرة على هذه الساعات وأعيد هؤلاء الشباب وسقط دماء أخرى جديدة فإن معناها أنه الشعب العراقي سيمر في المرحلة القادمة في نفق أكثر ظلمة من المآسي التي كان يعيشها في الأيام السابقة لذا مدعو كما قال الدكتور قبل قليل مدعو جميع أبناء الشعب العراقي أن يتكاتف ويتلاحم كما تلاحم هؤلاء الشباب اليوم لأن حين ما رأينا وتحدث الآن الأخ من الساحة هناك ستار أنه الشتلات والزينة والبانوراما إلى آخره هذا دليل على أنه يوجد تلاحم من أكثر من فئة الشباب لا بد أن يكون هناك توسع في هذا التلاحم كما تلاحم مذاهب وأقوميات وأديان نحن نرى في هذه الساحة يجب أنه تتوسع هذا التلاحم لكل فئات الشعب لأن الشعب العراقي بكامله مستقبله مرهون بهذه الثورة إما أن يقبل العراقيين على حياة يقبل العراقيون على الحياة على رفض هذا الظلم وهذا الفساد وإما أنه يرضوا به فيعيشون معناها مستقبلاً مظلماً لا سبح الله تعالى ومعناها التمكين لهذه هؤلاء المجرمين أكثر مما هم ممكن لهم حالياً أشكرك شكراً للدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وشكراً للدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام أو ناطق الرسمي باسمهية علماء المسلمين في العراق شكراً أيضاً للمدون والناشط بالتظاهرات ستار محسن كان معنا من ساحة التحريق وطبعاً كان الصوت الحقيقسي بسبب سوء شبكة الانتصالات في العراق كان من المؤمل أيضاً أن يكون معنا المنشد في الانتفاضة المنشد محمد محيم وشكراً لكم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة